السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أمهاتي حبيباتي ميساتي هحكلكم موقف كده أنا مرت بيه وتصرفت فيه بالزكاء شديد جدا واحدة قريبتي اتصلت بي وقالت لي أن ابنها مش مقتنع أن الدوق هو السبب في الرؤية ومقتنع تماما أن العينان هم السبب في الرؤية بتقول لي مش هيدا المشكلة المشكلة أن هي حاولت تصحح له المعلومة وهو مقتنع تماما ولما راح في سؤال أكمل نقط يسبب الرؤية الولاد كده بالعينة قررت لي أعمل إيه قلت لها بعطولي بعد طولي وقعدت معاه كده أنا عندي قوضة كده يعني إيه بتطلع على منور على طول ظلمه قلت له تعالي حبيبي ولعت النور قلت له قعد هنا استناني شوية وحاطلع قام شوية حاجات إيه وحاجي لك الولاد طبعا قاعد مطمئن تماما وموصق فيه قلت له هاتلك كتاب اللي عندك على المكتب جبل الكتاب قال لي خد يا طانت قلت طب ما شا حبيبي وروح استناني برضو في القوضة راح استناني في القوضة وروحت دخلي عليه القوضة راحت بسرعة طفية النور وقف لى الباب بالمفتاح ومشي الولاد طبعا قام يا طانت يا طانت فيها طانت فيها يا طانت قلت له لا يا حبيبي ما فيش حاجة فيه إيه مالك مالك مغضوط كده قال ايه, انتين انتين طفيت النور علي قلتوله ايه يا حبيبي طفيت النور ايه في مشكلة ولا ايه مش انت شايف قال هو لايه شايف ازاي طانط انا مش شايف حاجة قلتولها الله مش شايف حاجة ازاي مش هو العينان هم Patterson لالوقت طبعا ما اخدش بالون ان انا قفلة الباب المفتاح وهو ماشي اتص في الباب طبعا قاعد يصرخ وعايت زيادة المهم رحت فتحة الباب وقلت له ولعت النور وقلت له ما رأيك يا حبيبي في اللي حصل قال لي انت58 إن���ات عملتي معايا دا قال لي انتDB قلت له ما رأيك في اللي حصل قال لي يعني هم رأيك قلت له مين السبب في الرؤية العينان ولا الدوق قال لي الدوق ما قتنت قلت له شفت يا حبيبي بقى يالا روح لماما ولما السؤال دا يجي لك تاني تكتب ان الدوق هو السبب في الرؤية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته